هل بي رأيك هل بي رأيك اللاخب أو الأحرى حزب الحرية النمساوي يعني قدر أنه يلعب على وطر الجيبة لأنه لأنه الناس عندها مشكلة مشكلة التضخم مشكلة الغلاء مشكلة ارتفاع أسعار كل شيء وفكر رئيس مالي فكر رئيس مالي فهني بحثوا على مصلحتهم فالمصلحة قالك قالك على الأقل نعتقد أن حزب الحرية باعتبار أن أن تنظيره في مرحلة كورونا التي هي فعليا يعني كانت بصراحة شبه مؤامرة بشكل أو بآخر يعني بشكل عام وتنظيره أيضا في أشياء الروسي وليس لنا كالنمسا باعتبار أنها دولة محايدة ما كان يجب عليها أن تخوض وأن تكون ضد روسيا وتنحاز بشكل مطلق للجانب الأوكراني فاستفاد ونظر من خلالها هيربيت كيكل من خلال خطاباته الانتخابية كان مركز على أوكرانيا أكثر شيء نسي الإسلام ونسي المهاجرين لأنه بالاستطلاعات الرأي أنا بروح مني بعرف استطلاعتي بروح بقعد بالقهوي وبسمع طبقه هايدي شو عم تحكي من هون بعرف عرفت إيه أنا كنت أتوقع هذا العقاب عقاب أنت عملت فلسفة سياسية يعني السؤال لعما تسأل الشعب هذي فلسفة سياسية هاي الفلسفة السياسية نتيجة عاقبوا الأعدين بالسلطة ناقمين على هذا الدعم الأعمى الدعم الغربي الأعمى لأوكرانيا ولكن عن طريق الفلوس أولا بعدين عن طريق الحرب يعني الأوروبيين بعد هتلر بالمدارس بكل المؤسسات الاجتماعية نعم نعم الحرب هتلر آخر الحروب وحرام واللعنة يعني صارت الكلمة حرب مرادفة لكلمة شر عرفت لي فشافوا أنه أنه هذي فجأة أوروبا ألبت من قارة مسالمة إلى قارة عما تدعم الحرب يعني النقمة الأولى الرئيس مالية والنقمة الثانية أنه عما يساعدوا أوكراينا بالحرب ترجمة نانسي قنقر